بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدفي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتراء مرضاتي وابتراء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم فرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وابدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وهده إلا قول إبراهيم لأبيه لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد أسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاتيتم لمنهم مودته والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين في الدين ولم يخرجوكم من دياركم فانتبعوهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المنسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَانْتَحِنُونَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَادِهِ فَإِنَ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارُ لَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَهُمْ جَهِلُّونَ لَهُنْ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْتَنْكِحُونَ إِلَا آتَيْتُمُهُنَّ أُجُرَبٌ وَلَا تُمْسِقُوا بِهُصَبِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقُتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْءًا وَلَا يَصْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ وَأُولَادَهُمْ وَلَا يَصْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَعْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بِيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعُوفٍ فَبَاجِئِنَّ وَاسْتَغْفِرْلَهُنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا قَذِبَ اللَّهُ قَوْمًا قَذِبَ اللَّهُ عَلِيْهِمْ قَدْ يَيْسُوا مِنَ الْآخِغَةِ كَمَا يَيْسَى الْكُفَّارُ كَمَا يَيْسَى الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورُ